بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدام على العدام من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع الدين العظام ونعزي الممني كافة بهذا المصاب الجلل المصاب استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام الذي صدع قلوب أهل البيت وصدع قلب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقعا ستكون لنا وقفات مع أصحاب إمام الحسين عليه السلام والذين تفوا من حوله ونالوا الشهادة العظيمة بين يدي إمامنا الحسين عليه السلام وكما تعلمون أن إمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة متوجه للعراق كانت هناك منازل عديدة نزل بها إمام الحسين عليه السلام وكان هناك أعداد جاءت مع إمام الحسين عليه السلام من العراب وغيرهم الثلة المؤمنة التي كانت قد صحبت إمام الحسين عليه السلام من مكة ومن المدينة وبعض الصاحب قد تحقوا به في هذه المنازل وبعض الآخر تحقوا به من الكوفة إلى كربلاء إلى عرصات الطف وكما تعلمون أن إمام الحسين عليه السلام كان لديه خطابات في هذه المنازل وبدأ أصحاب إمام الحسين عليه السلام والذين رافقوا يطلعون على مآل مسير إمام الحسين عليه السلام وكما أسلفت سابقا كانوا يتصورون بأن إمام الحسين عليه السلام خرجه من أجل حكم طبعا إمامنا هو صاحب الخلافة الشرعية إمام الحسين عليه السلام صاحب الخلافة الشرعية لا لغيره لا لولاك الذين يتصدوا للخلافة زورا وبطلانا وبهتانا فلذلك علموا بأن مآل مسير إمام الحسين عليه السلام هو الشهادة الحسين بأبي وأمه سائر إلى حدفه لله وفي الله ولذلك أخذ البعض منهم من العرب يعني ينكفؤون عن إمام الحسين عليه السلام ويتركون إمام زمانهم وبدأت هذه الخطابات تظهر وتكشف لولاك الذين صاحبوا إمام الحسين عليه السلام وليوضح إمامنا عليه السلام ما هي الغاية المسيري من مسيره ومن جمعة هذه الخطابات هذه العبارة الكبيرة جدا بمعانيها عن إمام الحسين عليه السلام خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وثم إلى آخر خطاباته وخير لي مصرع أنا لاقيه بين النمويس وكربلة كأني بأوصالي تقطعها وإسلام الفلاوات ثم إلى آخر كلام مباركة الشريف ذلك علي مواضح بعض أن المسير مآله هو شهادة إمام الحسين عليه السلام لذلك بدأت هذه الثلة المؤمنة تمسك بإمام الحسين عليه السلام على عكس أولئك على عكس أولئك الذين تصوروا بأن قضية أن هذا المسير مسير حكم وإمامنا ذهب إلى بلدة سيطمأن فيها وقطعا سيغدق عليهم والأمر ليس كذلك الإمام الحسين عليه السلام لديه رسالة إمام الحسين عليه السلام لا بد له من يعيد الأمة إلى جادة الصواب وهذه في الواقع الجادة وبنهضته وقيامه الذي كانت نهايته استشهاد إمام الحسين عليه السلام وكانت باقعة الطف التي كما أسلفت أقامت الدنيا ولم قعدها ولم تقعدها لهذه اللحظة لذلك أخوتي قبل أن أقف على المواقف المتعلقة بأصحاب إمام الحسين عليه السلام أن أبرز القول الكبير والعظيم بحق هؤلاء الصحب الذين كانوا مع إمام الحسين عليه السلام بهذا القول طبعا هذا القول إمام الحسين عليه السلام أصدره في ليلة العاش المحرم الحرام هذا قول إمام الحسين عليه السلام أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا ألا وإني لا أظن أنه آخر يوم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سواة هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم فأنهم لا يريدون غيري واضح بعد أن إمام الحسين عليه السلام أنه أذنى لهم بالانصلاف ولكن كانت هناك مواقف هذه المواقف تعبر عنه كما سبت أن أصحاب إمام الحسين عليه السلام كانوا ذوي البصار ولا شيك ولا ريب كانوا يعلمون بأن الوصول أو عفل السير مع إمام الحسين عليه السلام هو الذي يوصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى النعيم الأبدي ولذلك تمسكوا بإمام الحسين عليه السلام حتى وصلوا إلى هذه المرحلة بالرغم من أن إمام الحسين عليه السلام يأذن لهم بالانصلاف لكنهم يصرون على بقاء مع إمام الحسين عليه السلام لينالوا المفازة ولينالوا رضى الله سبحانه وتعالى وإلى يسلك بهم إمام الحسين عليه السلام طريقة جنة والنعيم الأبدي ذلك أخوتي نجد أن هؤلاء الصحب ومنهم مسلم بن عوسجة الأسدي فقال نحن نخليك عنك نحن هذا قول مسلم بعد ما خطبهم النماء الحسن عليه السلام بهذا الكلام وأذن لهم بالنصراف من جملة هذا المواقف مسلم بن عوسجة الأسدي قال نحن نخلي عنك وقد حاط بك هذا العدو وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك لا والله لا يراني الله أبدا وأن أفعل ذلك حتى أكسر في صدرهم رمحي ووضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة وأنهم أفارقك أو أموت عنك وقام سعيد بن عبدالل الحنف فقال لا والله تفتوا إلى الأخوة تمسك أصحاب إمام الحسن عليه السلام في ليلة العاش المحرم الحرام هذا موقف الآخر قال وقام سعيد بن عبدالله الحنف فقال لا والله يا ابن رسول الله لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أننا قد حفظنا فيك وصية رسولي محمد صلى الله عليه وسلم والله لو علمتوا التفتوا أي أخوة لهذا الكلام وهو كلام حقيقي وصادق ما يقوله هذا الصحابي المؤمن سعيد بن عبدالله الحنف رضو الله عليه يقول والله لو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرق ثم أذر يفعل ذلك بسبعين مرة ما فارغتك حتى ألقى حمامي دونك وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم أنا لكرامة التي لن قضاء لها أبدا موقف آخر وقام زهري بن القين وقال والله يا ابن رسول الله طبعا أخواني زهري بن القين في الواقع كما يصفه البعض بن وعثماني الهواء في الواقع هذا يعني قدح بهذا الرجل المؤمن زهري بن القين بن وعثماني الهواء عثماني طبعا الذين حقيقة رفعوا قميص عثمان وطالبوا بدمه لما قلبوا الحقاغ رسلا على عقب كأنه طالبوا بدم عثمان برفع قميص عثمان باعتبار أنه أولاك بشتة صور يريدون تصوير هذا الرجل قتل ظلما وعدوانا وهذا خلاف الواقع كان هناك موقف لإمامنا علي بن ابن طاب عليه السلام وبنفسي الإمام أرسل ولديه الحسن والحسين محمد بن حنفية ليقفوا ببابه ثم يدعبون عنه لكن سبحان الله هناك كلام كثير متعلق بهذا الحادث فزهير بن القين الرجل ليس بعثماني الهواء زهير لما خرج إمام الحسين من مكة هو أكمل الحج وجاء خلف إمام الحسين عليه السلام ففي الواقع لا بدنا أن تصحيح هذا الأطلاق بحق زهير بن القين رضا الله عليه ماذا كان موقفه وقام زهير بن القين وقال والله يا ابن رسول الله لو أددت وأني قتلت ثم نشرت ألف مرة وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن هؤلاء الفتيان من أخوانك وولدك وأهل بيتك وتكلم بقية أصحابي بكلام يشبه بعضه وبعضا وقالوا أنفسنا لك الفداء نقيك بأيدينا ووجوهنا فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتهج منهج أهل البيت عليهم أفضل صلى الله عليه وسلم ونسأل المولى الجلي سبحانه وتعالى بهذه الأيام المباركة الأيام العظيمة الأيام التي في الواقع استفدنا منها كثيرا خصوص عندما يهيل الهلال المحرم حقيقة نستشعر وقضية إمام الحسين عليه السلام وندرس ونفهم ماذا أراد إمام الحسين عليه السلام وهذا في الواقع ووجه الكلام لنفسي قبل أن أوجهه لكم أخوان المؤمنين لابد من نقل مع الحسين بتأمل ونفهم ماذا أراد إمام الحسين عليه السلام ولا بد من أن نأخذ هذا الأمر حقيقة مأخذ الطاعة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة إمام الحسين عليه السلام في الدنيا وشبهاته في الآخرة وآخر دعمان الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة